ما الدليل على فرضية الحجاب للمرأة؟ اعلم أن وجوب تغطية المرأة لرأسها ثابت بالقرآن والحديث والإجماع أي إجماع العلماء المجتهدين بلا خلاف بينهم فمن عرف ذلك وأنكر ذلك فهو كافر مكذب لله ورسوله قال الله تعالى في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن والمراد بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الزينة الباطنة أي مواضع الزينة من البدن كالمواضع التي يكون فيها الحلق في الأذن والخلخال في الرجل والسوار في اليد والعقد في الصدر والمراد بقوله تعالى إلا ما ظهر منها الوجه والكفام قاله ابن عباس وعائشة والمسور بن مخزمة وسعيد بن جبير وغيرهم كثير قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن أمر الله المؤمنات أن يغطينا رؤوسهن وجيوبهن أي أعناقهن بالخمر والخمار هو غطاء الرأس ولا ينبغي أن يكون رقيقا بحيث يظهر منه لون الشعر فتبين من هذه الآية أنه يجب على المرأة أن تغطي رأسها وعنقها ويجوز لها كشف الوجه والكفين وجاء في تفسير الطبري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة وكان عندها فتاة بالغة يظهر منها بعض بدنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا عركت أي بلغت لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى الوجه وهذا وقبض على ساعده وروا أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى بيته فوجد أسماء بنت أبي بكر أخت السيدة عائشة فلما نظر إليها أشاح بوجهه أي نظر إلى جهة أخرى لأنها كانت تستر رأسها بشيء رقيق وقال لها إن المرأة إذا بلغت لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وهذا وأشار إلى الكف هذا هو حكم الشرع وعلى هذا جميع علماء المسلمين وعامتهم فلا يجوز للإنسان أن يخرج عما أجمع عليه المسلمون قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا حسنا لها